يلفها البحر من كل مكان بجواره يعيشون ومن أجل أراضيهم يكافحون القطعاية بغار الملح التونسية تبدو وكأنها ساجينة البحر تربتها رملية ومياهها مالحة المزارعون هنا ومنذ زمن بعيد تحايلوا عليها بطرقهم الخاصة نصبوا القصبة للحد من تأثير الرياح على ثبات الرمال وأضفوا إليها مخلفات الحيوانات فلا حاجة لهم للماء أو للأسمدة الريح عنا مثلا في المنطقة هذه يكون ريح قوي برشا ولمقاومة معناتها الريح القوية استعملنا المصدات هذه هجرها أسحابها ولم يبقى منها إلا القليل يكافح علي بمعوله مع ابنه تشبثا بالأرثة بعد عزوف الشباب عن خدمتها لضعف مرضوديتها حين تقعد علي من مهنة التدريس وجد فيها ملاذه المفذل خدعوا الطبيعة فأنبتوا زرعا ما كان له أن ينبت في تربة رملية مارحة ليحافظوا على زراعة ورثوها عن أجدادهم المولسكين لكنها اليوم تواجه خطر الاندثار في المقابل تتزايد المبادرات لتطوير هذه الزراعات التقليدية نمط جديد من الزراعات قليلة في تكاليفها كثيرة في انتجيتها وصديقة للبيئة هنا تمتزج الزراعة العضوية بتربية الأسماك وتستخدم مياه تربية الأسماك أيضا في تغذية النبتات وتعويذ التربة والأسمدة هي زراعة اقتصادية بامتياز تسمح في نفس الوقت بالرفع من مرددية المشاريع تربية الأحياء المائية في المياه العذبة والسيدامتها وفي الضغط على والتقليص في كلفة الخضرويت المياه ذاتها التي تسبح فيها الأسماك تتغذى منها النبتات هي زراعة أحيومائية حديثة يحاول المركز الفني لتربية الأحياء المائية بمنطقة بمهلة تونسية وضع موتئ قدم لها في بلد بدأ في السنوات الأخيرة يعاني من شح المياه ويسام الدعاسي العربي